وطبعاً السؤال اليوم نتحن نتحدث عن رؤية التحديث الاقتصادي نتحدث عن برامج تنفيذية للحكومة نتحدث عن تطلعات لنمو اقتصادي يصل إلى 5.5% عن مليون فرصة عمل أيضاً في العشر السنوات القاتمة الحكومة تسعى باتجاه القطاع الخاص ضمن دورها وبرامجها ما دور القطاع الخاص اليوم أستاذي؟ شكراً كثيراً سيدنا دولة الرئيس كلنا يعني كلنا بنعرف أنه كل ما بكبر دور القطاع الخاص بأي دولة كل ما الدولة بتنمو بسرعة أفضل نحن ماشيين بالطريق السليم مية بالمية ولكن لسه أمامنا كثيراً لسه لازم نعمل شغلات كثيرة اليوم أنا حقيقةً أول شي بدي أشكر دولة الرئيس لأنه فعلاً الأرقام اللي عم تطلع لحصائيات كلها تبدل أنه ماشيين بالطريقة سليمة جداً وماشيين بالطريقة الصحة بس دعك على ثلاث شغلات مهمة كثيراً أولاً سرعة اتخاذ القرار لازم نسرع بانتخاذ يعني الخطة ممتازة تنفيذها سرعة تنفيذها هو أهم كثير مهم لسه عنا في مراحل معينة بتاخد وقت للتنفيذ هاي بدنا نحاول نسرع لهاي خاصة بالبيروقراطية يعني مثلاً إذا بسبح لي دولة الرئيس أخذ مثلاً الملكية الأردنية حقيقةً الحكومة نفذت أكتر من تسعين بالمئة من اللي كنا طالبينه ولكن أخذت وقت كثير لو كانت أخذت وقت أكل كممكن يسرع دور الملكية في تمثيل المملكة في الخارج وجلب السياحة وتطوير السياحة الموضوع الثاني اللي بدي أحكيه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لازم القطاع الخاص يكون له دور أكبر هلأ الحكومة الشكورة حددت كثير مشاريع ممكن المشاركة فيها ولكن أنا نصيحتي أنه يتركوها مفتوحة لأنه اليوم تطلع أفكار جديدة بسرعة البصر يعني اليوم القطة المنحطة يمكن بكرة كثير منها يكون أبسلية تصار وطلع أفكار جديدة فنترك المجال للقطاع الخاص هو اللي يبدع ويفكر وين بده يستثمره كيف يستثمع الحكومة والدولة تحط لنا مواصفات وكميات المطلوبة تترك القطاع الخاص يعمل اتلافات يعني يقرر كيف بده ينفز وبعتقد الموضوع الثالث أحكي فيه اللي هو بنظري أهم موضوع هو موضوع الشباب اليوث عنا بالأردن طاقة فظيعة كل الشركات اللي أنا يعني بشتغل فيها وبساهم فيها باجتمع دائما بقولوا بجيبولي بس العمرهم هقل من تلاتين سنة بس بدي أجتمع بس على طبعا واحد تلاتين ولي أنا صرت أبسليت وللأسف صرت أبسليت واحدة تلاتين اليوم ولا مرة إلا بطلع مذهول وأفكار جديدة بتعلم شغلات جديدة كل ما تعلم استعمل أبليكيشي جديدة ولادي بتضحكوا علي بولي البابا بطل حدا يستعمل هالأبليكيشي اليوم فالتغيير عم بصير بسرعة فظيعة الارتفشي الإنتليجنس اليوم التكنولوجيا كلها تطوير سريع ما بنقدر لازم انهيئ البيئة الملائمة للشباب حتى يقدروا يطوروا نفسهم يعني قوانين ضريبة التدخل الجمارك للأسس هاي للأسف لسه بتطعيق هلا كتير أنا مؤسسات بشتغل معها بتساعد الستارت أبسو بتساعد هاي عنا أفكار فظيعة بتبلش شركات فظيعة بلش أفكار فظيعة كتير أمرار يعني للأسف بصير في يعني شغلات خلنا عليهم بسير يسألوا طب كيف نطلع برا نقول لهم يعني طولوا بالكم مواني كل شيء بسير شوي شوي فبدنا نهيئ البيئة والمناخ اللازم لهاي فالسرعة الشراكة الحقيقية وفتح الشراكة الحقيقية واستغلال ووضع الفرصة والقوانين والأنظمة المناسبة للشباب حتى يبدعوا لأنه فعلاً عنا شباب يعني شكراً لك استسعيد ولكن يعني تعليق بسيط على موضوع النريشن أو السردية الموجودة أحياناً إلى أي مدى ممكن أنه تقيض القطاع الخاص في حتى التفكير بإمكانية وجود يعني للقطاع الخاص مجال أكبر هلا يعني الحكومة عندها خطط وعندها مثلاً مشاريع معينة هاي لازم نسير تفتح لهاي ولكن اللي عم بوله أنا ممكن فيه مشاريع القطاع الخاص فكر فيها الدولة مش نفكر فيها حكومش فكر فيها فيفتحوا المجال للإبداع في هذه المشاريع خاصة يعني التغير عم بصير بها السرعة عم بصير في العالم بتجيب القطاع الخاص عم جيب أفكار جديدة اللي لازم نكون في سرعة في السماح يعني بدكت القوانين تتعدل وتتماشى معها بدكت تخلي قوانين تقدر تتماشى كوزي مونا ضريبة الداخل الجمارك وقوانين أخرى كمان لازم نكون يعني تتماشى مع السرعة اللي عم بيتماشى فيها التكنولوجيا اللي عم تيمشي فيها التطورات اللي بالعالم بتأكيد شكراً لك أستاذ سعيد